مساء الخير أعزائينا المشاهدين رحب فيكم في فقرتنا الأسبوعية الثابتة فقرة تكنولوجيا المعلومات اللي كالعادة نعرفكم فيها في الجديد في مجال تكنولوجيا المعلومات وأيضا برض استخدام الأمثل والمأمون لتكنولوجيا المعلومات إذا كنت من هوات الكتب الإلكترونية وقراءة الكتب الإلكترونية في أي وقت وفي أي مكان أكيد أنتم محتاجين لجهاز يمكنكم من أن تقرون كتبكم اللي تابونها وين ما رحتوا في الدوام في البيت حتى على السرير قبل أن تنامون فهني طبعا تحتاج إلى طريق أنك تنقل مكتبتك معاك في أي مكان اللي راح نعرض لكم يا الحين هو جهاز أمازون كندل أمازون كندل الأصدار الجديد نحن عرضنا الأصدار السابق من كندل قبل يعني سنة تقريبا الآن أمازون نزلت الأصدار الجديد من كندل اللي هو الجهاز اللي أمامكم الحين جهاز مجهز بشاشة قياسة 6 إنش تعمل بتكنولوجيا يسمونها الإي إنك أو الحبر الإلكتروني التكنولوجيا هذه تمكلك من أنك تقرأ الكتب الإلكترونية كأنك تقرأ كتاب عادي نحن نسموه إي إنك أو حبر إلكتروني مو نفس طريقة العادية في الشاشات العادية يوفر دقة عرض الإصدار الجديد هذا الآن يوفر دقة عرض من رسبة 50% أكثر من جهاز كندل السابق تقدر تقرأ حتى تحضر ضوء الشمس يعني ما تحتاج إلى أن تكون في مكان ما في ضوء شمس مصلط على الجهاز الخطوط أو الفونتس محسنة وأوضح وأكثر وضوحا من الإصدار السابق من كندل حجم أكثر رقة بنسبة 21% يعني نسبة الرقة مقارنة من الإصدار السابق جهاز السابق أخف بنسبة 17% من الجهاز السابق وزن أقل من ربع كيلو جرام عمر البطارية يصل إلى شهر كامل من استخدام المتواصل بدون استخدام اتصال لاسلكي من خلال شحن واحد يعني مجرد ما تشحنه مرة يستبر معاك شهر كامل في الاستخدام ضعف حجم السعى مقارنة من الإصدار السابق يصل حجم السعى إلى 3500 كتاب إلكتروني يعني مكتبتك الكاملة بل إن ممكن مكتبات تقدر تخلي داخل الجهاز لاحظوا معاي الصورة شون مقارنة الرقة بقلم الرصاص لاحظوا إنه جدا رقيق ويشي 3500 كتاب مثل ما قلنا التنقل أسرع بين الصفحات أسرع 20 مليون من الإصدار السابق من كندل قارئ محسن الآن لملفات PDF تقدر تقرأ أي ملف PDF سواء كان بلغة العربية أو الإنجليزية أو أي لغة مدامة ملف PDF مع إمكانات أفضل لتكبير الشاشة تكبير الحروف في الإصدار السابق كانت فيه مشكلة في PDF Reader ويبعا كندل أنك ما تقدر تسوي زوم للصفحة لكن الآن تقدر تسوي زوم وتكبر الحروف وأيضا تقدر تستخرج معاني الكلمات من الدكشنيري أو المعجم اللي معاه أيضا فيه متصفح ويب جاهز معاه أنك تقدر تستخدمها عن طريق اتصال الواي فاي التي فيه وتقدر تستخدمها كجهاز كمتصفح إنترنت عادي طبعا الحين الناس يسئلون طيب هل مثل الأصدار السابق لازم أني أنا أنزل كتبة على جهاز الكمبيوتر بعد أن ننقلها من جهاز الكمبيوتر لأن قبل كانت أمازون ما تسمح بأنك تنزل ويرلس اللي إلا في بلدان معينة الكويت ما كان مسموح في ذاك الوقت لكن الآن مع الاصدار اللي يدلع عن طريق أي واي فاي شبكة صلاة سلكية من أي مكان في العالم تقدر تنزل أي كتابة ما تتعني تنقلها للكمبيوتر بعد أن تنقلها على الأمازون كندل في الاصدار الجديد طبعا كندل من أكثر أجزة قراءة الكتب الكترونية انتشارا يعني يقف فراءة أكيد طبعا شركة أمازون المعروفة في مجال تسويق الكتب عن طريق الإنترنت وأيضا تسويق الكتب الكترونية طبعا هنا طبعا أمازون تفرض على الناشرين أن ينزلون أرخص الأسعار للكتاب هذا بحيث أنها تحصل على أقل سعر طبعا الشاشة المستخدمة لا تؤثر على العين مثل ما قلنا تعطيك سهولة أكبر في القراءة بدال الشاشات التي هي مالة الآيباد مثلا التي تستخدم شيء يسمونه باك لايتينغ طبعا بس يعني شاشة النظام نفس سأعرضها لكم بشكل سريع جدا بأقل من دقيقة هذا هو الأمازون كندل لو تلاحظون على الحين إن شلون الشكل عندكم أنه أخف أيضا أرق يعني تقريبا أقل من ثلث إنش رقته يحمل 3500 كتاب مثل ما أنتم شايفين أيضا ما بين كتب ودوكيومنت دوكيومنت يعني مفصول فيها مثل ملفات PDF لاحظوا معاي أنه وزن أقل من ربع كيلو جرام ويشيل مكتبتك الكاملة مثل ما قلنا تقدر أيضا أنه أنت مثل ما قلت تستخدم الواي فاي تتصل بالإنترنت عن طريق البراوزر تقدر تستخدم شيء يسمونه السينك اللي هو المزامنة بحيث أني قريت كتاب وصلت إلى صفحة معينة ممكن تروح للمكان اللي كنت فيه آخر مرة على نفس الجهاز كندل أو إذا نزلت كندل على الآيباد أو على الآيفون أو على البلاك بيري لأنه في نسخة من الكندل ريدر ممكن تستخدمها مع الآيفون أو الآيباد أو البلاك بيري في الحالة هذه إن قريت على جهاز كندل كتاب وصلت إلى صفحة 115 مثلا لما تروح تفتح الآيفون تفتح الريدر رح تلقى الكتاب واصل لصفحة 115 أو حتى على البلاك بيري في الحالة هذه كتبكم معاكم تقرونه في أي مكان فأرجو أن تكونوا استفدتم من الفقرة هذه وفي الحالة هذه تقدرون تقرون كتبكم في أي مكان في أي وقت مشكور يا دكتور دائما فائدنا ونافعنا بها الكلام الطيب في نهاية الأسبوع اليوم ماكو متابعة ولا مراقبة الأمور كلها زينة شكور يا دكتور طبعا وصلنا للختام مع الدكتور صلاح الناجم دائما يكون مسك الختام في أسبوعنا أنا أقول لكم فما لا أتمنى لكم عضلة نهاية أسبوع سعيدة الختام سيكون مع ورود وميسي ميسي ضيفنا سيكون أكيد مهر وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم إن شاء الله نكون وفقنا في تقديمها على الوجه الأمثل إيميلنا وأرقام هواتفنا على شاشة للرد على استفساراتكم واقتراحاتكم وأنا وطلول نقول لكم مع السلامة قل مع السلامة قل باي 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 باي